السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع آخر الأخبار في ألمانيا نبدأ الخبر الأول بخبر سار ومفرح بخصوص السوريين في ألمانيا وعلى وجه الخصوص السوريين في مدينة هامبورغ تضاعف عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ أكثر من الضعف في العام الماضي عام 2022 وحصل ممجموع 1540 شخص سوري على الجنسية الألمانية في المدينة وفقا لمكتب الإحصاء الشمالي وهذه زيادة بالنسبة من 155 شخص أي ما يعادل 124.8% هذه الزيادة بالمقارنة مع العام قبله عام 2021 يعني تقريبا 850 شخص زيادة وتم تجنيس ممجموعه 6300 شخص في المدينة عام 2022 السوريين ربع هذا العدد الأفغان كانوا 750 شخص الأتراك 515 شخص الإيرانيين 470 شخص بولندا ب250 شخص أوكرانيا 225 شخص وتضاعف عدد الأوكرانيين في المدينة التي حصلوا على الجنسية أربعة مرات يعني تقريبا كانوا 60 شخص عام 2021 وصلوا إلى 225 شخص بالعام الماضي عام 2022 طبعا هذه الزيادة بترجع إلى السوريين الذين دخلوا إلى ألمانيا في عام 2015 و2016 باتوا الآن مستوفين الشروط شروط الزمن والعمل واللغة وأصبحوا مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية ألف مبروك لألهم ومبروك عليكم الجنسية الألمانية وأقبال المأخذين الجنسية أو المقدمين على الجنسية أنه تمشي أوراقكم بسرعة وتحصلوا على الجنسية الألمانية بأسرع وقت ممكن اجتهدوا اعملوا ادرسوا وإن شاء الله نشوفكم بأعلى المراتب ومبروك للجميع مرة أخرى ننتقل إلى موضوع آخر وهو حقيقة موضوع محزن بنفس الوقت الحادثة التي وقعت في فرنسا بضاحية نانتغيير بالعاصمة الفرنسية باريس طفل من أصل جزائري كان يعيش في فرنسا بباريس اسمه نائل عمره 17 سنة فقط كان يقود السيارة في ضاحية نانتغيير يوم الثلاثة وبسبب عدم مقوفي في إحدى النقاط التفتيش الشرطة قامت بإطلاق النار عليه وأتت طلق من طلقات على صدره بعدما تم إطلاق النار عليه ذهب بالسيارة أمتار قليلة وصدمت السيارة بعامود مما أدى إلى وفاته الشاب نائل عمره أو القاصر أو الطفل نائل عمره 17 سنة جزائري الأصل يعيش مع عائلته في فرنسا بضاحية نانتغيير رغم محاولات الإنقاذ من عمال الإصحاف ولكن فشلوا في إنقاذه توفي الشاب نائل بعد حادثة الوفاء وحادثة القتل كانت هناك أعمال شغب أو مظاهرات أو حالة من الغضب في المدن الفرنسية في باريس والناس تجمعوا أيضا في مدينة الليل ونانت وتولوز وليون كان أدرم النار في صندوق القمامة وسيارات والحافلات وشاحنة وشاحنة وآلات البناء تعبيرا عن غضبهم حتى أدرم النار في ترام باريس الشرطة ألقت القبض على الضابطين وتم نقلهما إلى التحقيق وتحقيقات لحد الآن جارية ولا يوجد معلومات رسمية من الشرطة الفرنسية هل كان القتل عمد أو دفاع عن النفس المتورطين الشرطة المتورطين في عملية القتل شرطة أثناء التحقيق مع الشخصين المتورطين في جريمة القتل المتهمين قالوا إن الشاب كان يريد إذاءهم عن طريق الدهس ولكن بعد انتشار مقاطع الفيديو والصور كان روايتهم كانت خاطئة ولم يتكلموا بشكل الصحيح لحد الآن ما في معلومات أخرى ولكن عائلة الطفل النائل قاموا بتوكيل المحامي ورفع دعوة قضائية في المحكمة ضد الضابطين من الشرطة على ما يبدو في هذه الحادثة في هذه الجريمة هناك قتل العمد وسننتظر المعلومات المؤكدة من الشرطة الفرنسية تعازينا الحارة لعائلة الطفل النائل ولإخوتنا والشعب الجزائري الشقيق في كل مكان ونتمنى من التحقيق أن يجرى بأسرع وقت وأن ينال المجرمون جزائهم لأنه طفل 17 سنة قاصر لم يقف في نقطة التفتيش قاموا بإطلاق النار عليه هذا أمر محزن مؤسف وجريمة بنافس الوقت ننتقل إلى موضوع آخر يهم المسلمين في ألمانيا ولأول مرة تقرير شامل عن معادات اللاجئين في ألمانيا أعدته لجنة من الخبراء لجنة مستقلة معلومات مهمة بخصوص هذا الخبر بخصوص معادات المسلمين في ألمانيا المسلمين في ألمانيا غالبا ما يواجهون التمييز والأحكام المسبقة بحسب تقرير إعادته لجنة القبراء مستقلة وأوسط اللجنة المؤلفة من 12 عدو الحكومة الألمانية بتسمية مفوضة بهدف التصدي لهذه الظاهرة ووفقا للتقرير فإن أثر الأشخاص عرضة لمعادات المسلمين هم من يظهرون انتماءهم الديني سواء عبر الملابس أو عبر الاندمام لمؤسسات معينة النساء التي يتدن الحجاب وهن أكثر عرضة بشكل خاص لأشكال قاسية من العداء أما الرجال فأنهم يواجهون اتهامات متزايدة بالعنف معادات المسلمين ليست ظاهرة مختصرة على اليمين في ألمانيا فقط لكن منتشر في المجتمع بشكل عام وأضاف التقرير أن مسألة معادات المسلمين ليست مجرد وقائع فردية ولكنها متكررة تشمل الإخصاء والتمييز وتصل إلى حد العنف والكرهية أوصت اللجنة الإعلام عدم تركيز أو عدم تقديم صورة أحادية الجانب تميل للسلبية حول الإسلام والمسلمين في ألمانيا واعتماد الحكومة استراتيجية تدعم مشاركة أشخاص من المسلمين في المسلسات العامة للدولة وجد الداخل الألمانية سيدة ناسي فيذا قالت بخصوص هذا التقرير قالت أنها ستدرس التقرير بشكل عميق وقالت أن يوجد في ألمانيا خمسة ملايين وخمسمائة ألف مسلم في ألمانيا يتعرضون في الحياة اليومية لأشكال من التمييز والعنصرية التي تصل إلى حد الكراهية والعنف إذن أول تقرير شامل عن معادات اللاجئين في ألمانيا المنتشر حقيقة بشكل كبير جدا المسلمين في ألمانيا حسب وزير الداخل الألمانية يعانون بشكل يومي أكثر من خمسة ملايين مسلم يوجد في ألمانيا يعانون بشكل يومي من التمييز والعنصرية وتصل أحيانا إلى حد الكراهية والعنف اللجنة أوصلت الحكومة بتسمية مفاوضة بهدف التصدي لهذه الظاهرة ظاهرة معادات المسلمين في ألمانيا وإذن قالوا المعادات المسلمين في ألمانيا لا تحتصر على اليمينيين فقط بإنما منتشرة في عامة المجتمع نتمنى من الحكومة التصدي لهذه الظاهرة من خلال تعيين مفاوض أو مفاوضة أو دعم تدريس في المدارس الإعلام يعني يلعبون أدوار مهمة جدا في توعية المجتمع وفي تغيير الفكر أو في تغيير صورة الإسلام حقيقة أيضاً الذي قدمه الإعلام بشكل أو بآخر صورة أحادية الجانب صورة سلبية أراكم حول هذا الموضوع ممكن تشاركونا بالتعليقات ننتقل إلى موضوع آخر كانت هناك دراسة لمعرفة النظرة السياسية وطريقة تفكير سكان شرق ألمانيا نتائج هذه الدراسة كانت حقيقة صادمة وغير متوقعة نسبة من سكان شرق ألمانيا الديمقراطية لا تعجبهم في ألمانيا ونسبة أخرى يشتاقون أو يحنون لأيام جمهورية ألمانيا الشرقية ربع سكان شرق ألمانيا يقولون أنهم ضحايا الوحدة الألمانية حقيقة التفكير طريقة تفكير سكان شرق ألمانيا واشتياقهم لأيام جمهورية ألمانيا الشرقية والديمقراطية الحالية في ألمانيا لا تعجبهم ونسبة تقول أنهم كانوا ضحايا للوحدة الألمانية مع ألمانيا الغربية يعني كان أوضاعهم قبل الوحدة في ألمانيا الشرقية كانت أفضل ماليا كان لديهم عمل كان لديهم المال كان لديهم سيارات بعد الوحدة أوضاعهم ساءت نحو الأسوأ عند النسبة ليست بالقليلة الرغبة والتمني بالحكم الدكتاتوري وانتشار معادات السامية في شرق ألمانيا عند بعض الأشخاص ومعادات الأجانب يعني مجموعة من أشخاص في شرق ألمانيا تظن أن الأجانب يأتون إلى ألمانيا لاستغلال النظام الاجتماعي وليس للعمل مجموعة من الناس في شرق ألمانيا يريدون النظام الدكتاتوري الحاكم أو الرئيس الواحد لمدة عشرين سنة أو ثلاثين سنة متواصلة بدون انتخابات حزب واحد يحكم ألمانيا هذا ما يريدونه وهذا ما يرغبون به نسبة من سكان الشرق ألمانيا وأيضا معادات السامية يعني متشرة ومعادات اللاجئين ويظنون أنهم يأتون إلى ألمانيا لاستغلال النظام الاجتماعي نظام المساعدات الاجتماعية وليس للعمل وليس للبحث عن أمان وليس للدراسة وليس لبناء مستقبل فهم يظنون ويفكرون أنهم يأتون إلى ألمانيا فقط للمساعدات الاجتماعية فقط لجمع المال للأسف هذه طريقة تفكير بعد من سكان شرق ألمانيا طبعا هذه الأفكار يستفيد منها حزب آيفتي البديل من أجل ألمانيا ويكسب شعبية كبيرة جدا خاصة في مدن شرق ألمانيا عملوا هذه الدراسة لبحث إمكانية مكافحة هذا التفكير حقيقة السلبي الغير واقعي ألمانيا دولة القانون دولة الديمقراطية وكل شخص يمكن أن يعبر عن رأيه بكل حرية ولكن هؤلاء الأشخاص أو مجموعة من هؤلاء الأشخاص نسبة لا يعجبهم الديمقراطية ويريدون الديكتاتورية في ألمانيا الحكومة ممكن تشتغل على هذا الموضوع وتكافع وتعالج هذه المشاكل أو هذه الطرق من التفكير عند بعض الناس أصدقائيكم نكون وصلنا هذا الفيديو أتمنى أن نكون وفقنا في نقل الأخبار في ألمانيا نلقاكم بفيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بواباركاته